بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوى جديدة مشيوة أم شمس كانت منها دائما تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية يومي إن شاء الله غنحضروا مع بعض بريوش كيجي رائع جدا خفيف ومقطن مقادر بسيطة اقتصادي كذلك وسهل يعني في التحضير ديالو نحضروا بسرعة كانت منها إن شاء الله نجربوا الوصفة فما تبخلوش علينا دائما بتجيعتكم لنا تعليقكم رائعة ونمشيوا مباشرة للمقادير وطريقات التحضير فبنسبة للطريقة ستشوفوا معي الطريقة والمكملات في نفس الوقت عندي حكة اليوغورت طبيعي بدون سكر الذي يوزن 110 جرام فنفس الحكة اليوغورت سنعبر به جوج كيسان الماء يكون دافي سنعبره هنا في البول جوج كيسان الماء يكون دافي سنضيفوا عليهم خمسات المعلقة كبار للسكر حبيبات يبقى السكر على حسب الرغبة ونضيف معلقة خميرات الخبز إذا كانت هنا معلقة صغيرة إذا كانت الخميرة المعجونة فعملوا معلقة كبيرة سنستعملنا هنا الخميرة الجافة ونضيفوا الطحين على هذا الشكل هذا نضيفت ربعات المعلقة في الأول نحرر كل كل ونضيف مازال جوج معلقة خرين لما ستلق معلقة كبار للطحين هذا الشكل ونحرر حتى نحصل على خليط بحل البغرير يعني كيكون تقيل حل هذا الشكل يعني تقل من البغرير في حلقة لتجنسوا العناصر ونضيف الخليط ونضيف الخميرة يعني تفاعل ضروري باش كيخمرنا هذا الخليط لولاني كيعطيناها شاشة وكيعطينا كيففة للمخبوزات نضيف هذه العناصر ونضيف على جنب حتى يتفاعل الخميرة أو يضعف الحجم الخليط كما تشوفوا معايا طريقة ره سهلة وبريور صراحة كييجي رائع ف هنضيف الخليط على جنب نضيف بيض ونضيف صفر صغيرة اليوغورت مع القصغيرة فقط الخل ومع القصغيرة زيت نباتي ونضيف الخليط ونضيف اليوغورت ونضيف على صفر البيض ونضيف الخميرة كما شتوكي والخليط نضيف البيض سبعة المعالق زيت نباتي مع بيض 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 ونضيف النقص بالفوض ونضيف الخليط البيض ونضيف السحين في السحين سأفضح البريوش من خليط لكي لا يكون خليط وضفت خلائط 7 او 8 اخليط سأضيف قليلا للملح لن أفضح سأضيف حليط حول خليط لكي يكون خليط خفيف فكهز يكون خليط لعزين لكي لا يكون ناشف سأطلق شوية حتى إعطينا بريوش خفيف و مقطن نحاول نذكر جميع الحويجات التي تفيدكم بحلقة الخليطة يتلسق سوف ندهنه بعض الزيت نباتي ونضعه حتى يضعف الحجم العجينة بالنسبة للطحين استعملت 540 جرام بالضبط للطحين الأبيض على حساب الطحين وشرب أو لا نضع 550 جرام حتى 600 جرام نضع العجينة سوف نضع الكمل بالضعف الحجم سوف نضع لدخلها و نضع حجمة يمكنها البعض حتى���وا العجينة نضع هذه القليلة و نضع لدخلها السياسة سوف نقسم العجينة على حسب البريوش يكون كبير او لا صغير فقط نأخذ الفكرة ومن بعد الشكل او الحجم يبقى لكم لا اختيار نقطع قطعة العجين ومباشرة نضيفه نضيفه فهنا أول حاجة نضيفه عجينة عجينة جنب نضيف العجينة كاملة نضيف العجينة نضيف العجينة ومنها تشكل معكم بكل سهولة ومنها تدخلها الفران لا تدعم الشقوق لا تغير الشكل هل ي AfD أشكل سهلي نضيف العجينة نضيف العراج من الكل din حلبة العجينة حلبة العجينة ندوره نضغر نصف العجين نضغر نصف العجين نضغر صفحة فرن اما مدهونة بالزيت نباتي او لبها ورقة الطبخ نضغر نصف العجين نضغر نصف العجين نضغر عندها بل سبان ثم نجد صفار بيضاء مع الزيت النباتي والخل نجد صفار بيضاء قبل أن نجد صفار بيضاء والدهنه خامر إذا لم تكن شيته سيليكون قبل أن نجد صفار بيضاء ومن الملحظة يدخل عن الزيت النباتي نجد صفار بيضاء الدخولات القادمة سخونة من قبل 10 دقائق سوف ندخل على مدى 10 دقائق ويوفر نتحمر من التحت ويوفر نتحمر من الفوق ان يأتي من التحت ويوفر لتنفخ من الجنب ويوفر يجب خفيف ومقطع كما تشوفوا معي سوف نفتح معكم دائما حبة كما تعودوا معي لانه فعلا كي يستحق التجربة كنتمنى ان شاء الله انكم حتى انتم تجربوا لانه كما اشتوا معي اقتصادي وسهل بزاف وانتم مشوش حر خفيف فممكن تحتفظوا به في المجمد اولفت اللاجرة كي يبقى يعني فاشكا تجبدو كتسخنو كي يبقى رائع ما بقى ليه الى نقول لكم الى وصفة مقبلة بإن الله كانت معكم أم شمس وما توفيقيا إلا بالله عليه توكلته إليه